الخبر الثاني رياضي وننهي به البرنامج مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغاندا التي سوف كان من المتوقع أن تكون في ملعب وهران من المرتقب أن تلعب بنسبة كبيرة في ملعب 5 جوليا الفاف تكون قد رسلت الكاف لتغيير مكان إجراء المباراة يعني أن سوف تنقل مباراة المنتخب الوطني ضد أوغاندا من ملعب وهران إلى ملعب 5 جوليا وستلعب يوم 4 جولا وهذا حتى يبقى ملعب وهران الجديد ليكون جاهزا لحفل افتتاح ألعب البحر الأبيض المتوسط في وهران نعود أن نذكر مباراة المنتخب الجزائري أمام أوغاندا قد تلعب في 5 جوليا الفاف رسلت الكاف بهذا الشأن ولن تلعب في وهران انتهى الوقت شكرا لكم والسلام عليكم